ليبرتي سيتي ليست مجرد مدينة عادية، بل هي عالم مكتظ بالتناقضات حيث يعيش الأغنياء والفقراء في أحياء متجاورة، لكن كل شيء فيها يمكن شراؤه أو بيعه من رجال الشرطة إلى السياسيين. في هذه المدينة، الفساد هو القاعدة وليس الاستثناء، تنقسم المدينة إلى عدة أحياء، وسط المدينة موطن الأبراج العالية والشركات الكبرى، حيث يسكن رجال الأعمال والسياسيون. يبدو المكان لامعاً من الخارج، لكن في الداخل يديره أصحاب النفوذ الفاسدون. ساوث السايد، منطقة فقيرة يسكنها المهاجرون وتعج بالعصابات والمخدرات. هنا نشأ تايلر، وفي هذه الشوارع القذرة تعلم أول دروسه في البقاء. الشواطئ الشمالية، حي الأغنياء والطبقة الراقية، لكنه معزول عن صخب المدينة. أغلب من يعيشون هنا يتجاهلون مشاكل الأحياء الأخرى، معتقدين أنهم محميون. الشخصيات الأساسية تايلر ويلسون العمر، 23 سنة، نشأ تايلر في الفقر المتقع في ساوث سايد. كان والده عاملاً بسيطاً توفي في حادث مصنع، وأمه تكافح لتربية ثلاثة أطفال. تعلم تايلر من الشارع، وأصبح قوياً وذكياً بما يكفي للبقاء على قيد الحياة في عالم العصابات. حلمه الرئيسي كان الخروج من هذا الواقع المرير، وتحقيق ثروة كافية لتغيير حياته وحياة أسرته، الدافع، المال، والحرية. لكن مع مرور الوقت، يبدأ في البحث عن شيء أكثر من مجرد المال، مثل القوة والاحترام. مايكل الثعلب، العمر 35 سنة، زعيم عصابة الثعالب. مايكل يعتبر نفسه رجل أعمال أكثر من كونه زعيم عصابة. بدأ حياته الإجرامية بسرقة السيارات، لكنه سرعان ما صعد إلى قمة الهرم الإجرامي في ليبرتي سيتي بفضل ذكائه وشبكة علاقاته الواسعة. الدافع، توسيع إمبراطوريته والسيطرة على المدينة بأكملها. يرى في تايلر أداة مفيدة لتنفيذ خططه، لكنه لا يتردد في التخلص منه إذا أصبح عبئاً. روبرتو مارتينيز، العمر 40 سنة، تاجر مخدرات خطير ذو سمعة لا ترحم. بدأ من الصفر، لكنه أصبح أحد أكبر الموردين في ليبرتي سيتي. يشكل روبرتو تهديداً لمايكل، وهناك صراع مستمر بينهما حول السيطرة على سوق المخدرات في المدينة. الدافع، توسيع نفوذه والسيطرة الكاملة على تجارة المخدرات. يعتقد أن القوة الحقيقية تكمن في السلاح والخوف. إيفان دريك، العمر 38 سنة، محقق شرطة فاسد يعمل لصالح العصابات مقابل المال. كان يعتبر في وقت ما من أفضل المحققين، لكن الفساد أغواه، وأصبح جزءاً من منظومة الفساد في المدينة. الدافع، المال والسلطة، إيفان يعيش حياة مزدوجة، حيث يحافظ على صورة المحقق الشريف أمام زملائه، بينما يقوم بتسهيل أعمال العصابات في الخلفية. جيسيكا لين العمر 27 سنة، صديقة قديمة لتايلر، تعمل كنادلة في أحد الحانات وسط المدينة. لديها طموحات كبيرة، لكنها تجد نفسها عالقة في حياة المدينة الفاسدة. تعتبر جيسيكا صوت العقل لتايلر، ودائماً ما تحاول إقناعه بالابتعاد عن طريق الجريمة. الدافع، الخروج من ليبرتي سيتي، وبدء حياة جديدة بعيداً عن الجريمة والفوضى. ما تنساش تدوسوا اشتراك، وتفعلوا زر الجرس، عشان يوصل لكم كل جديد. وكمان تدوسوا لايك وشير، عشان الفيديوهات توصل لكل أصحابكم.